أهلا بالجميع على حلقة جديدة ضمن السلسلات على الماشي وإن شاء الله حلقة اليوم تكون خفيفة وسريعة ورح أرد فيها على استفسار أحد المتابعين اللي سيلنا على الفرق بين الصفات اللي تنتهي بـ ING والصفات اللي تنتهي بـ AD So let me get started الآن تظهر معنا أربع كلمات هذه الكلمات رح تكون معنا إلى نهاية هذا الفيديو القسمة الأول من هذه الكلمات تنتهي بـ ED والقسمة الثانية تنتهي بـ ING من خلال هذه الأربع كلمات رح نعرف الفرق بين هذا النوع من الصفات هذا النوع من الصفات مبدئيا هو عبارة عن فعل تم إضافة له ED أو ING وتم استخدام هذا الفعل كصفة رح أبدأ بالصفات اللي تنتهي بـ ED هذا النوع من الصفات تستخدم فقط مع الإنسان أو الحيوان لوصف حالة أو إحساس أو شعور معين وقع على هذا الشخص أو على الحيوان ويكون السبب سبب خارجي اللي مسبب هذا الإحساس أو هذه الحالة سواء للشخص أو الحيوان فمثلا إذا قلت محمد is bored محمد طفشان أو يعاني من الطفش أو الملل بسبب شيء آخر مسبب يعني خارجي اللي سبب له هذا الطفش أو هذا الملل ممكن يكون شخص ممكن يكون حالة معينة المهم إن محمد مش هو مصدر الطفش في مصدر آخر سبب له هذا الطفش وهذه القاعدة تنتبق على جميع الصفات اللي تنتهي بإيدي I am surprised هنا الر لا ينتق فتنتق I am surprised أنا متفاجئ إيش اللي خلاني أتفاجأ؟ سبب آخر ممكن مثلا I am surprised to see you أنا متفاجئ برؤيتك مثلا في هذا المكان فهنا سبب المفاجئة هنا مسبب خارجي قد يكون شخص أو شيء وكمان مع كلمة tired نفس الحكاية ممكن تقول They are tired They are tired هما متعبين أو منهكين بسبب الشغل يعني في مسبب خارجي خلهم متعبين والمثال الأخير هو annoyed ممكن تقول The students are annoyed الطلاب منزعجين أو منزعجين السبب هنا سبب خارجي اللي خلهم منزعجين أو يمرون بهذا الشعور ممكن تقول مثلا The students are annoyed because of the bad treatment بسبب المعاملة السيئة إذن الصفات اللي مع إيدي دائما يكون فيه مسبب خارجي هو اللي أعطاك هذا الإحساس أو هذا الشعور ودائما مثل ما قلنا تستخدم مع الإنسان أو الحيوان فقط ما تستخدمش مع الجماد لأنه الجماد ما عندوش مشاعر ولا أحاسيس فبينفعش تقول مثلا The door is annoyed الباب مزعج لكن في هذه الحالة بإمكانك استخدام الصفات اللي تنتهي ب-ING مع الجماد يعني أو مع الأشياء اللي ملعاش مشاعر أو أحاسيس بالإضافة بإمكانك استخدام هذا النوع من الصفات مع الإنسان والحيوان ولكن هنا المعنى رح يختلف عن الصفات اللي تنتهي بإيدي مع ING هنا يكون أنت مصدر هذا الإحساس أو هذا الشعور أو مصدر هذه الحالة سواء اللي يمر فيها شخص أو اللي يمر فيها حيوان أو هذا الشيء الجماد يكون هو المصدر ما فيش مصدر خارجي بيخليك تمر بهذا الإحساس أو بهذا الشعور زي الصفات اللي تنتهي بإيدي فمن خلال الأمثلة رح توضح الفكرة فمثلا إذا قلت محمد ممل هنا هذا الشخص هو السبب الملل ما فيش سبب خارجي لكن في المثال الأول محمد is born هنا محمد طفشان في سبب خارجي بيخليه طفشان أما المثال الثاني هو هذا الشخص مصدر الطفش أنا قلت معلومة مفاجئة هنا تصف هذه المعلومات لا يمكن نستخدم لأنها تستخدم فقط مع الإنسان والحيوان وتستخدم مع الجميع أنت متعب مش أنت متعب هنا أنت متعب أنت سبب هذا التعب لكن لو قلت فهنا أنت متعب يعني في سبب خارجي سواء شخص أو شيء سبب لك هذا التعب لكن كذا وتتوقف إذن أنت هنا سبب هذا التعب أنت شخص متعب مثلا أو ممكن تقول إنها يوم متعبة إذن اليوم هذا هو سبب هذا التعب لكن تستخدم مع الأشخاص أو الحيوانات وتكون في سبب خارجي هو سبب هذا التعب الكلمة الأخيرة هي هنا أنت مزعج أو أنت شخص بتسبب الإزعاج أو الضيق لكن إذا قلت له فهنا أنت مزعج أو متضايق بسبب شيء أو بسبب شخص فهذا هو الفرق بين الـ هنا ملاحظة بسيطة على هذه الكلمات التي تنتهي بـ إذا كملت الجملة إذا تبع هذا الفعل مفعول به فهنا المعنى راح يختلف فمثلا راح أعطيكم مثالين فقط باستخدام وكلمة الكلمة الأولى إذا قلت لشخص بس هنا أنت ممل أو أنت الشخص مطفش يعني أنت سبب الملل وإذا قلت لشخص نفس الحكاية يعني أنت شخص مزعج يعني 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 سبب هذا الشيء يعني أنت شخص مزعج يعني سبب هذا الإحساس فهنا إذا كملت هذا النوع من الأفعال اللي فيه آين جي بمفعول به هنا معناته أو المعنى راح يختلف فمثلا إذا قلت فهنا أنت تزعجني مش أنت مزعج لأنه أتى بعد الآين جي هنا مفعول به وهنا الكلمة اللي فيها آين جي هي فعل وبعدتش صفة نفس الحكاية مع بورينج فإذا قلت أنت هنا بالطفش توقف عن هذا وهنا صارت برضه فعل وليست صفة ويعني مع الأزمنة المستبرة هذه الأمثلة برضه مش ممكن نستخدم الصفات اللي فيها أيدي يعني من فاش نقول مثلا لأن الصفات اللي تنتهي بأيدي مش ممكن يأتي بعدها مفعول به أتمنى أن تكون وصلت الفكرة ترجمة نانسي قنقر